السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواته ومتابعين المحترمين من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حياتك جمعة طيبة ومبركة علينا وعليكم يا رب بالخير والبركة والسعادة اكثر من الاستغفار وذكر الله والسلام عليكم اللهم صلي وسلام وبركة على سيدنا محمد صلاة ان تفرجوا بها الهم وتزيحوا بها الغم وتسددوا بها الدين وتحقق بها الامال اللهم امين يا رب العالمين معلش بقى كده عزرون لو شطمت غير شوية يعني التعب كده طول معي شوية يس الحمد لله قدر لو ما شاء فعل والحمد لله على كل حي طبعا بقى لفترة تعبانة وزي ما انتم عارفين طبعا حسة كده بخمول وحسة كسلانة خالص مش عارفة ليه حسة انا عايزة اقوم واعمل حاجة ومش قادرة زي ما يكون حاجة مسكاني كده ومش قادرة ومتبقى كده واستعزت بالله من شطن الرجيم طبعا قبل ما ادخل الاول على تفاصيل الفيديو طبعا احنا في شهر شعبان شهر يرفع فيه الاعمال طبعا عايزين بقى كده كل اعمالنا كلها خير وصواب وصدقة وصيام والكلمة الطيبة وكل حاجة يعني كل المعروفة ومغفرة خير من صدقة يتبعها ازا والكلام الطيب اهم حاجة مع الناس ومع بعض والمعروف ده كده في شهر شعبان يعني طبعا زي ما احنا عارفين يوم الاتنين والخميس بيرفع فيه الاعمال الى الله اما في السنة على بعضها هو شهر شعبان اللي هو يرفع فيه الاعمال فلازم كده يعني عملنا كده يطلع لربنا واحنا نكون صايمين نكون اي لنكلمة طيبة صدقة كل حاجة معروف نكون بنعمله ربنا يقدرنا ويقدركم على فعل الخير اللهم امين طبعا زي ما انتوا بقى كده شايفين بقى لفترة تعبانة ومش قادرة خلز بلت بقى كده واشوف نتنشط كده مع بعض شوية ونشوف هنعمل ايه طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا احنا انا مصرع الفيديو ببقى ماشي بالروحة بس عشان اختصر الفيديو معاكم ببقى مصرع الفيديو يعني ببقى ماشي بهدوء بس زي ما انتوا عارفين كده لما صرع الفيديو فبختصر في مدة الفيديو عشان اجيب اللي انا عايزاه كله طبعا بقى الفيديو يعني بالساعات بس بنجيب فيه العشر دقايق ربع ساعة عشان ما نطولش عليكم وتزهقوا بقى كده مننا يعني بقى كده كل واحدة كسلانة وعايزة بقى كده وراء حاجة في الشقة تعملها وما بقى كده واستعزوا بالله من الشيطة الرجيم يعني قدر صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان عنده يعني وحنا جاني النام بيعقد الشيطان عنده رأسنا سلسة عقد لما نستكس بقى العقدة الاولى لما نقوم ونزكر الله اول عقدة بتنفك ولما نتوضى العقدة التانية بتنفك ولما نصلي العقدة التالتة كده خلاص نفك السلسة عقد فاستعزوا بالله من الشيطان الرجيم واول ما نقوم منهم لازم كده نزكر الله ولا إله إلا الله سيدنا محمد الرسول الله ونتوضى العقدة التانية والتالتة لما نصلي بقى كده والقرآن وذكر الله طبعا في الصلاة فربنا يا ربي يشيل عنا وعنكم كل هم وكل حزن وكل كسل اللهم أمين يا رب العالمين شلت بقى كده دي غرفة المعيشة قلت بقى كده أطلع رقنا الأول في الشمس كان الشمس يومها كانت جميلة قوي وقلت بقى أطلع كده السجاد والحفظات والرقناهيت عشان أطلعها كده في الشمس فوق الشمس وأنزل بقى كده زي ما انتو جاء كده شايفين زي عفت السقف الأول والله ما صلع سيدنا محمد سبت بقى كده الفرش يعني فوق في الشمس وانزلت عشان أروع بقى كده إصطرة الأول وشل أي حاجة بقى وننفض وكل حاجة مع بعض بعذروني للمرة التانية عشان بس بغصب عني والله أنا مش قادر أتكلم بس لازم أتكلم معها الفيديو عشان كده آآ يعني يبقى مع بعض آآ بالزعافة بقى كده الأول بقى شل أي عنكبوت أي طراف السقف أي حاجة وهنا بقى برضو بأعمل المروحة هي آآ جبت الليف أو سبونش أو أي يعني وما شباب لولة زي ما انت عايزة وبنشيل بقى كده أي حاجة تكون علاء المروحة المروحة دي بقى لها فترة عندي بقى لها من زمان فطبعا اللي فيها ديت هي آآ الحرف بتاعها كده صاد فيها مش آآ مش طراب يعني ولا حاجة هي في يعني آآ رياش كده ببقى فيها حاجات ما بتطلعش أصلا ببقى صادة آآ الصاجة نفسها بتبقى مصدقية فإن شاء الله هنعملها مع بعض وكل حاجة بإذن الله مع بعض يعني طبعا هنا بقى بقى مسحها كده وبقى نظفها كنت بقى كده هالزحلة والحمد لله وطبعا زي ما تركوا كنت تعبانة ومش قادرة ودوخة وكده لكن ولا شاغلة بقى كده كنت هاقونا بقى مسح المروح فالحمد لله قد درس بتاع بقى كده وقلت كفاية كده وآآ انزلت عشان نكمل بقى الصوت بالفرشة بقى بقى نظف بقى كده أي حاجة تكون موجودة على الحيطة بقى شيل بقى كده وبقى من تحتها برضو يعني زي ما قلتلكوا بقى كده شهر آآ شعبان يرفع فيه الاعمال مش بنقول شهر رمضان بس نعم شهر رجب شهر الخير شهر الزرع وشهر رمضان آآ شهر شعبان بيرفع فيه الاعمال الى الله يعني آآ الناس بتبقى في غفلة مشغولة بشهر رمضان لأ آآ شهر رمضان الناس كلها محدش بيبات من الغرعشة وكل الناس بتجي على صفرة رمضان وبتلاقي خير ربنا كتير والناس كلها سواسية اللي معها زلم معهوش كله آآ في الآخر بتلاقي سبحان الله سفرة رمضان شهر الخير وشهر البركة بتلاقي كل حاجة وخير ربنا كتير على الكل والناس كلها واخدبالها من بعضها وربنا كده اللهم ابلاخد رمضان جميعا يا رب الله فقدين ولمفقدين يعني ما حاجة بقى كده يلا نقوم ونشجع ونخلص كده شغل البيت علشان يبقى يجي رمضان شهر العبادة وشهر الصلاة مش هنقعد لستة نروأ ونعمل لازم كده تبقى ده فرصة كده في السنة ان احنا منشغلش نفسنا بحاجات تكون آآ عشان بقى نغسل ونروأ ونطبخ لا مش نقضي برضو يومنا في المطبخ فبنخلص كده اللي ورانا ونرتب يومنا وآآ من بالليل هنصبح ان شاء الله آآ نقوم نعمل ايه ونحضر الفطار طبعا عشان ما ياخدش وقته والتفكير طبعا كلنا عارفين التفكير بياخد وقت اكتر من الشار فمن بالليل كده هتنظم نفسك نقول بكرا ان شاء الله هنفطر ويتحضر من بالليل عشان تصحي تبقى على طول تخش المطبخ يعني لو ما العصر هتخلصي اللي وراكي وهتحضر الفطار على المغرب هتكوني عاملة آآ احلى فطار على رمضان آآ وكل سنة انتو طيبين آآ زي ما انتو هنا بقى شايفين بعد ما غسلت الحيطة طبعا حطيت على الحيطة حطيت معلقة ملح لامون معلقة بيكربوناتو ستوديوم على شوية بريل وخدتهم بقى كده وادعكت بيهم الحيطة اللي هي كان بقى كده الركنة ضهر الركنة بقى فيه آآ بقع كده فادعكت الحيطة الاول وهذا برضو هي اتبع من حيطة المطبخ البقشة بقى كده واو فرشة ويتماشي بقى كده على البلوط او اللي هو طبعا لا بنقول عليه السراميج بتاع المطبخ طبعا زي ما قلتوكو كنت انا مش قادرة بس اتطرت بقى كده اقوم علشان اشيل الكسل والتعب اللي هو في جسمي اللي انا مش قادرة تخلص منه خالص وطبعا لازم لاستعز بالله من اشتراجي منها بقى كنت بقى اشرب بقى كده عملت كوبات حلبة قلت استراحة كده فمصراحة لقيتها سخنة فسبتها بقى كده علشان سبتها وروحت اكمل انشاء الله زي ما قلتوكو يعني قلت اشرب كده حاجة دافية اه واسبتها وروحت بقى عشان اكمل اه بالمساحة بقى كده الم الرغيب والم اي حاجة تكون على الارض بعد ما عملت بقى كده بالفرشة اه الارض برضو اه بلم بقى كده بالمساحة ايضا وودي بقى كده على الحم ما تنسونش بقى كده في اللايك يا احلى متابعين اخوات المحترمين من كل مكان من داخل مصر ومن خارج مصر طبعا بس بساعدني كلامكم وتعليقاتكم الحلوة طبعا كلها ادب وكلها احترام ربنا يبارك فيكم ويخليكم يا رب وكل سلامة وطيبين وجبت بقى هنا كده الشرشو بقى هيا مية بقى كده نظيفة خالص مية بشوية دوني وها اضاف بقى كده البلاط عشان بقى يبقى اه معطر بقى كده وريحة حلوة وبرضو هنا حركت الشاشة ايه طبعا هنا كنت بوريكم انا بلمع الشاشة آآ باخد ملمع الازاز بحطه على القماشة وبعد كده لو في بقى عندك على الشاشة والحاجة مش بتحطي آآ الملمع على طول على الشاشة مباشرة كده غلط عليها وممكن يعمل كده فيها بقع كده وادنها بايد فآآ بتحط على القماشة الاول او على الفوت اللي انت هتمسح بيها الشاشة واتلم بها الشاشة شايفين بقى كده خلاص اهوت بعد ما خلصت بقى الفرش اهوت وطلعت وفوق ولمعت كل حاجة في الشقة هي هنطلع بقى كده ونجيب الفرش تاني وزي ما طلعت زي ما انتم شايفيني هنا بقى كده آآ كنت بضحك عشان آآ ولا كده منازلنا الفرش طبعا ببقى ولا طالعة ممكن اعواز اه اه ازد احلق حاجة فممكن الواحد كده يروح ضحك فبتبقى حلوة لما الواحد يفصل التعب او يفصل اي حاجة تكون يعني آآ ضغط عليك تفصلها بضحكة كده ما فيش اي مشكلة هاته لو انت تعبانة ومش قادرة تفصلها برضو بضحكة كده آآ عادية طبعا ده كله بيشيل اي زعل واي آآ تعب لما تتحكي هنا بقى هحط رقنا جنب جنب بعض اهيت طبعا برضو هنا جبت السجاد السجاد بعد ما نفوت فو برضو هاخده وهشغل برضو علي المكنسة يعني مش هاخده بس كده وخلاص هلatus سجاد تاني كان ساعة هبقى كده كان الشمس جميلة والجو كان جميل وهاخده بقى كده وأشغل برضو عليه المكنسة وهعمل برضو الرقنة بالمكنسة زي من انتوا بقى كده شايف نهوا بياخد الحاجة واطلع طبعا ببقى على فق كده في الشمس بتبقى على السطح بتبقى الحاجة كدت كلها جنب بعضه وبتبقى يعني سهلة كمان مثلا تطلع في الحاجة في البلكونة. آآ يعني لو البلكونة برضو بتبقى حلوة بس لما تلاقي كده واسع كده تقدر راح تكون تبتنفاضي تقدر وراح تكون تبتعمل كل حاجة على السطح بتبقى آآ احسن. زي ما طلعت بقى الحاجة هيت هنزلها وهنفرش مع بعض الشقة علشان زي ما قلت لكم آآ اللي ما بقى كده الدور وخلص آآ ويبقى كده خلصنا مع بعض آآ الغرفة المعيشة ونظفناها مع بعض. طبعا الحافزات هيت ان شاء الله هنغسل ده كله مع بعضه. يعني طبعا ما بقى اننا احنا في الشتر فما نفعش اننا اغسلهم واسبهم كام يوم واسب بقى الارض كده من غير فرش. فآآ خدت بقى كده الحافزات هيت طب انت شايفينها يعني السجاد نظيف والحافزات نظيفة على طول. اه لكن ان شاء الله آآ طبعا آآ كنت في الوقت ده ببقى شيل الفرش خالص يعني ادخل رمضان طبعا السنة دي غير كل سنة ببقى آآ جوا بقى حر. ولكن الايام ديت يعني رمضان ان شاء الله هيدخل علينا والجوا هيكون لسه آآ يعني آآ شتة. فآآ كل مرة ببقى شيل بقى السجاد واشيل كل حاجة ما مفرشش حاجة خالص يعني كده في رمضان بيجي والبلاط كده واسترميك كله مكشوف ولكن بيختلف بقى كده من كل سنة فآآ قلت بقى كده افرش برضو السجاد تاني آآ بقى كده نظفته وافرشه تاني وهشغل برضو زي ما تركوا عليه المكنسة هود على يرقنا وعلى السجاد وبعد كده هنبقى ان شاء الله نغسله مع بعض آآ على ادخول العيد بازن الله ربنا احنا بحيكم ازا كان للعمر بالمكنسة بقى هوت وهاشفط بقى كده اي حاجة تكون موجودة اي طراب اي حاجة على الركنة وبرضو هشغلها على السجاد سمعتلكم يعني نستعد بقى كده لالتنظفات عشان لما يجي ان شاء الله شهر رمضان علينا يبقى نتفرغ بقى كده للصلاة والعبادة وكرة الكرآن بيبقى كده احنا مش فورونا حقيقا طبعا شهر ما بتعوضش فبيبقى فرصة في السنة يعني بيجي في السنة مرة يعني احنا يبقى كده اه متفرغين له عشان يبقى اه من شغلت ده مع طولكم بالشغل اللي هو ما بيخلصش وشغل البيت اللي ما بيخلصش يبقى احنا كده اه ريقين بقى كده وفاضين بازن الله متفرغين للعبادة اه دي بقى بعد ما فرشت اهوة زي ما اتبقى كده شايفين وفرشت المفارش والحافظات وكل حاجة هي خدت بقى كده الستار عشان وده كان فيديو معاكم النهاردة رب يكون عجبكم مع الفي مليون سلام